اشرت تقديرات الى ان اسبانيا بصدد اصدار مذكرة اعتقال اوروبية بحق رئيس اقليم كاتالونيا السابق كارلوس بيك ديمونت الذي يتواجد حاليا في بلجيكا ومن المتوقع ان تطلب من السلطات البلجيكية تسليمه واستدعى بيك ديمونت مع 13 من عضاء حكومته و 6 من عضاء مكتب برلمان كاتالونيا للمثول امام القاضية امس الخميس بناء على طلب نياب العام ولكنه لم يمتثل الامر وبقي في بلجيكا التي وصلها مطلع الاسبوع مع اربعة من وزرائه رغبة منه في اطلاع اوروبا على ما وصفه بالقمع الذي تتعرض له كاتالونيا وقالت رئيسة وزراء سكوتلندا نيكولا ستورجن التي تؤيد الاستقلال عن بريطانيا قالت اليوم الجمعين الازمة يجب ان تحل بالسبول الديمقراطية وليس عبر سجن المعارضين السياسيين ومثل نائب بيك ديمونت اوريول جونكيرس و 7 من عضاء الحكومة المقالة في مادريد حيث وجهت اليهم تهم الانشقاق والعسيان ووضعوا قيد الاحتجاز اشتركوا في القناة